الحفيد ميلات هو المنصق الوطني لأساتذة البحث العلمي أهلا بك معنا أيضا نسعد باستدافة الأستاذ السالح لعوة رئيس النقبة الوطنية للأطباء العامين أهلا بك معنا مساءك سعيد ونسعد أيضا باستدافة الأستاذ عيسى بن عقون محل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية أهلا بك معنا أستاذ الفادل طيب بداية وكما ذكرت في مقدمتي رفض المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناز المشاركة في المشاورات التي يقودها الوزير الأول نوردين بدوي لتشكيل الحكومة الجديدة معتبرا أن شروط وظروف الحوار غير متوفرة حاليا وأكد المجلس بياني له أنهم وقفوا منذ البداية إلى جانب الشعب الجزائري في الحركة الوطني ومكانهم الطبيعي هو بين الشعب للدفاع عن مطالبه وتحقيق طموحاته المشروعة وأضف أيضا البيان أن هذه الأسباب دفعتهم لرفض عقد لقاء تشاوري اليوم بقصر الحكومة أيضا من جهتها رفضت نقابات الصحة المستقلة المشاركة في المشاورات التي دعتهم إليها الوزارة الأولى من أجل تشكيل الحكومة الجديدة معتبرة أن الظرف الراهن لا يتناسب مع مطالب الحركة الشعبي ومسيرات الثاني والعشرين في فريد الفارد إذن كما ذكرت كلمة المفروض أنه اليوم أنا قابلت تلتقي مع الوزير الأول نوردين بدوي في إطار المشاورات لكن اليوم ضيوفهم توجدين معي في البلاتو أبدأ معك أستاذ عبد الحفيد ملات المناسق الوطني لأساتذة البحث العلمي كما نعلم أنه جاء في بينكم أنكم رفضتم التشاور اليوم أو لقاء الوزارة الأولى تفضل نعم فقط مراضي أسات التعليم العالي وليس البحث العلمي لأنه كي نقابة متعلقة بالباحثين لن تخلق بين اللقاباتين فقط طبعا نقابة الناس كما يعلم الجميع هي أول نقابة على المستوى الوطني وأول تنظيم على المستوى الوطني لتبنى بصفة رسمية الحراك الشعبي أول تنظيم على المستوى الوطني لدير اجتماع مكتب الوطني وخرج بيادة رسمي وتبنى فيه الحراك الشعبي وأعلن تأييده المطلق للحراك الشعبي وبعد ذلك كان لحقت باقي المنظمات والجمعيات لكن أول نقابة هي نقابة الكلات هذه أولا ثانيا نحن الموقع منذ البداية كان واضح وصريح لأن الحراك الشعبي هذا أحد أهم المعاقل كانت الجامعة شاهدنا أن الحراك الجامعي كان قوي داخل الجامعة سواء عن طريق الطلبة يعني ليفاجئونا بالحس الوطني تحم وبالسلوك السلمي ليقاموا به مثلهم مثل حتى الشباب في الشارع وكذلك عن طريق الأساتذة وانشوفنا الإضراب أو المسيرات التجهية لنظمتها دعت إلى نقابة الكلات يوم 5 مارس وانشهدت مشاركة قوية على مستوى كل جامعات إذن ندعمه للحراك الشعبي لأن لسنا جهة أجنبي على الحراك نحن أصلا ضمن الحراك ونحن أحد مؤطري هذا الحراك على مستوى الجامعة والدليل على الضور الكبير والخاطر المهم جداً على أفوال اللي كانت تقوم به الجامعة في الحراك الشعبي نلاحظنا صدور قرار سياسي غير مسبوق بتقديم العطلة الرابعية وهذا كان بسبب تخوف لقت رفض كبير من كل القطاعات وطبعاً نقوله هو قرار غير مسبوق ليس على المستوى الوطني حتى على المستوى الدولي يعني لا يوجد على المستوى الدولي السابق أنه وزارة تقدم العطلة قبل 24 ساعة أو قبل 12 ساعة من وقتها وشاهدنا مئات طالبة أو ألف طالبة يعني اللي كانوا مرميين في محطة نقل المسافرين وحتى القرار هذا كان غير مسبب لأنه أحد أهم مكونات أي قرار إداري لابد أن يكون مسبباً معناها أي قرار إذا كان مش مسبب من ناحية القانونية يعتبر باطل هذا القرار كان قرار سياسي وكان قرار متسرع وكانت عنده آثار سلبية عن الأسرة الجامعية وزارة تأكلت ولحمت العلاقة بين الأسرة الجامعية وبين الحراك الشعبي أعود إلى موقفنا طبعاً مثل باقي النقابات تلقينا دعوة رسمية يعني تصلوا بها شخصية يعني يوم أمس وعرضوا علينا العقد لقاء يعني اليوم على الساعة اللقاء يعني حسب الاتصال وتصل من طريق مصالح الأس الحكومة طبعاً قالونا أنه اللقاء سيكون اليوم مساء على الساعة ثالثة مساء لقاء مع رئيس الحكومة المعين يعني أو رئيس الوزير الأول موزين بدوي طبعاً لتشاور حولها تشكيل الحكومة وحول كذا طبعاً إحنا كان قابة طبعاً أنا كمونسق وطني لا أستطيع أن أتخذ قراري لي وحدي لا بد أن أعود إلى المكتب الوطني أنا موقفي كان صالح منذ البداية والحمد لله لقيت كل أعضاء المكتب الوطني عندما نفس الموقف تاعي وكان الموقف طبعاً برفض هذا اللقاء وبعد حين سأذكر لك أسباب هذا الرفض جيد طيب أيضاً نقبات الصحة المستقلة المشاركة في المشاورات التي دعتهم إليها الوزارة الأولى من أجل تشكيل الحكومة الجديدة رفضت أيضاً أعتبرتم أن الضرف الراهن لا يتناسب مع مطالب الحراك الشعبي ومسيرات 22 فبري الفارض كما ذكر في بيانكم تفضل أستاذ سالح الأول شكراً بسم الله الرحمن الرحيم أولاً نحن بعد المسيرات 22 فبري كما تعرف نحن داخلين في تاكت نقبات الصحة المستقلة كنا صدرنا بيان ليعبر بكل وضوح على وقوف نقبات تاكت كانت مجتمعاء في تاكت نقبات الحرة المستقلة تا الصحة إلى جانب الحراك الشعبي والمطالبة بالاستجابة إلى هذا الحراك السلمي والمحافظة على السلمية هذا الحراك حتى تحقيق المطالب التي طالب بها شعب ناليو وهذا ككل مرة كل أسلاك الصحة تقف إلى جانب الشعب في كل مراحل التي مرت بها البلاد وابتداء من الاجتماع تاكت النقبات الصحة التي تكرته بقينا في اجتماع مفتوح والاجتماع المفتوح متواصل كان هناك ست نقبات حاضرة في هذا الاجتماع التي تمثل كل أسلاك الصحة المنظمة الوطنية الموارسة الأخصائيين في الصحة أيضا المنظمة الوطنية للأطباء العامين ومتاحة معنا وأيضا نقبات أخرى رفضتم يعني بالشكل الأطباء للأساتد الجامعيين والمختصين والممرضين والأطباء النفسانيين إلى جانب لهذا احنا بقينا في اجتماع مفتوح بقينا البارح كذلك اتصال اتصال عن طريق وزارة صحة اتصال يعني كان فردي نقبة بنقبة وكنا في اجتماع اللي كان متواصل بعدما عقدنا اجتماع بكل نقبات هذا تم يعني اتخاذ القرار بعدم مشاركة هذه النقبات في الحوار اللي دعا إليه الوزير الأول لأنه الإطار الذي حدد غير الإطار الحراك الشعبي هذا اللي عبرنا عليه لأنه ما كنوش متناقيدين مع الموقف اللي تاخدناه منذ بداية الحراك يعني نبقى تابتين للمواقف تعكم جيد جدا طيب سأحيل الكلمة لي أستاذ الفاد العيسى بن عقون للحديث عن النقبات التي رفضت التشاور مع الوزارة الأولى لتشكيل الحكومة سنتحدث أيضا عن الحلول التي تقترحها النقبات لإخراج البلد من عنق الزجاجة